اشتركوا في القناة الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة من صباح اليوم السبب لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل القمر الآن موجود في برج الميزان يعني هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر بنكون اجتماعيين أكثر ومن ميل الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي طبعا الزاوية راح تكون استمرارية تاثيراتها لغاية يوم 17-1 طبعا هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي تاثيراتها مستمرة لغاية يوم 16-1 يتوقع لأي علاقة غرامية بالفترة هاي خصوصا العلاقات الضعيفة أنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع بالدل على أنها هاي الفترة غير مناسبة لطرح الانتاجات الفنية إلى الأسواق لأنها راح تلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة وربما أنها تتعرض للحضر كما يستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهارات في هاي الفترة لإحتمال فشلها أو وقوع حوادث غير متوقعة يكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث وبرضو بالفترة هاي بتفسد أخلاق الناس بسبب الانحلال الخلق والتحرر بمعناه السلبي كذلك من الأفضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لأنه الأمور اللي إلها علاقة بالمنوق والمؤسسات المالية ممكن يصير فيها بعض التراجع المفاجئ في المداخيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي درغتها رح تكون الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرها طول النهار هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة والجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية يوصى هذا النهار بإجراء عمليات جراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل طبعا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل الجراحية ولكن غير مناسب لعمليات التجميل اللي إلها علاقة بالجلد مثل الحقن أو التقشير أو الأمور اللي مثل هيك هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للحنة لا يصلح للصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد خمسة عشر واحد بيبدأ في تمام الساعة ثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقير الجرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة اتناعش وثمان دقائق ظهرا لا يستقر القمر بعديها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره اتنين وعشرين يوم في تمام الساعة تسعة وستة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بصير عمره ثلاثة وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد الآن هي سعيدة بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة عشر في المية القمر في الميزان حتى يوم خمسة عشر واحد الآن هو سعيد بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة سبعين في المية وفي ساعات المساء برجع سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارة في الجدي بيتراجع حتى يوم ثمنتعش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية الزهرة في الدلو حتى يوم سبعة وعشرين واحد منتحس الآن بنسبة خمسة في المية بعد منتصف هذه الليلة بصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية وطيلة النهار كذلك المريخ في الجوزاء حتى يوم خمسة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستعاش خمسة سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر الآن مقابلكم تماما فاليوم جيد لتدعيم الشراكات سواء شراكات مالية أو عاطفية أو علاقتكم ما بينكم وبين الأزواج ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ما بجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث والأعداء لأنهم بالفترة هاي بصيروا كثر وطاقتك ضعيفة فأي انفعال بيكون ضدك مش لمصلحتك برج الثور أنجزوا ما تراكم من عمل لأنه اليوم القمر موجود في بيت العمل والصحة ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات حاولوا انك تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة قبل الانتقال لعمل آخر ابتكثر عندكم النشاطات وربما بعض موليد برج الثور يشعروا بالتعب برج الجوزاء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبتفيدكم الاتصالات واللقاءات اليوم أهم شيء انك تلطفوا الأجواء وتحاولوا انك ترجعوا العلاقات لطبيعتها يعني زي مصالحة أو تقارب بدون فرض الرأي والعصبية والمشاكل بتنالوا ما بترغبوا بتنتصروا على كل الاعتبارات وممكن تحلوا بعض المسائل اللي كانت عالقها أو كانت مستحيلة تعتبر فترة إيجابية لازم استغلالها برج الصرطان ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبوسعكم اليوم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء انكم تدخلوا بأي خلاف مع الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أهمش أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد التسويات اللي تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك تعتبر فترة مناسبة للسفر وللاستثمار برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم النشاط عالي جدا عندكم في حيوية بتنشطوا اليوم بالدراسة والسفر والاتصالات وبوسعكم اجتياز امتحان أو عمل مقابلة وبتعززوا العلاقة مع الإخوة أو الجيران بتكثر النشاطات على حسب حقل اختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهمش انك ما تتردد بالتحرك برج العذراء اليوم بيفتح لك مكاسب مالية المكاسب هاي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة اهمش انك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغ بمصاريفك وكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم اليوم لأمور مالية أو أمور استشفائية برج الميزان بتبدو اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيد لكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم لأن القمر موجود عندكم فمعناته شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وممكن تنغلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك بتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب والملل حاولوا أن تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من الأعمال بشكل روتيني والأعمال العاجلة أهم شيء ما توقعوا على العاقد وما تبدأوا عمل جديد وتعتبر هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بتنشطوا اجتماعيا لأنه بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبإمكانكم كتبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه اليوم ممكن تجدوا حليفة دعم تصوراتكم أهمش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات لأجواء داعم لإلك واليوم عندك نشاطات اجتماعية كثيرة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وبينتبهلكم المسؤولون وبقدروا جهدكم بتتسلط عليكم الأضواء ممكن اليوم تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش إنك ما تضعف وما تجازف لا بسمعتك ولا بواجباتك حاول إنك تكون بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع فيه اليوم رح يكون بعض القلق أو التوتر برج الدلو بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن اليوم بعضكم يبدأ في أمور عمل أو دراسة أو تناقشوا مواضيع ورح تناقشوها بقوة وذكاء وتتجرأ وعلى رفض أي شيء ما بيناسبكم لا تخشو شيء بل ثقوا بأنفسكم أكثر تعتبر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة أو سفر أو تعامل مع أجانب برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيعدلكم تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو سداد أهمش أنه ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارة للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء